ننتقل إلى المشهد الاقتصادي والزميلة رانعبود أهلا بكم في وقت يعاني فيه اقتصاد لبنان أزمة غير مسبوقة منذ أربع سنوات تضعف الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المخاطر الأمنية الداخلية وتؤثر على نشاطه الاقتصادي فهل يستطيع لبنان الصمودة في وضعه الحالي؟ طبعا الاقتصاد اللبناني اليوم يطبق عليه القول سارحة والرب رعيها في ظل واقع انه الاقتصاد اللبناني فقط وظيفته ودالي نحن عايشين باقتصاد ما عنده وظيفة اللي عم بيصير انه الناس والمجتمع عم بواجه هذا الانهيار اللي عم بيصير انه تم إيقاف طبعا ليرة اللي كانت عم بتفوتنا بالمضاربات ولكن والمختاربين اللي هن مآمنين بهذا البلد وعم بيكملوا معه في ظل حرب على جنوب لبنان في ظل حصار موجود على الاقتصاد اللبناني في ظل فساد في ظل عدم وضع خطة اقتصادية مهمة للانقاذ هذا كل ياته بيتعلق بالواقع السياسي الجديد القادم إلى المنطقة خاصة اليوم بعد 7 اكتوبر في وظائف اقتصادية جديدة بالمنطقة ولبنان واحد من هذه الدول تراجعت بورسة تل أبيب خلال تعاملات اليوم على خلفية احتمال اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان عقب اتهام اسرائيل إياه بالوقوف وراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في بلدة مجد الشمس بالجولان المحتل وانخفض مؤشر TA35 الرئيسي 1.71% وخسر سهم بونك أبو عليم 1.76% من قيمته مسجلا 3.45 شيكلا أي 0.94 دولار كما انخفض سهم بونك ليومي 2.16% إلى 3.26 شيكل أي 0.89 دولار قالت وكالة بلومبرغ إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة عالميا أكثر بسبب انقطاع الإمدادات من المنتجين الرئيسيين فييتنام والبرازيل وقد قام العديد من بائعي القهوة برفع الأسعار بالفعل ويحذرون من أن المزيد من الزيادات وشيكا وأدى الجفاف في فييتنام والبرازيل إلى انخفاض كبير في انتاجية المحاصيل وتقول بلومبرغ إن الطلب المتزايد في أسواق مثل الصين والضغط من أجل دفع أجور أكثر عدالة للمزارعين يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار وبعد الخبر نوصل لختم فقرتنا